اشتركوا في القناة انو الكيموي في عالم وطيئة عم تشغل وكيموي في عالم وطيئة عم تشغل بس هدول يعني يمكن وضعوهن اسهل ما نعتقر بني آدمي والعم يموت بصاروخا عم يكون هو عايش ما عم يتعزا عايش عم يجي صاروخ عم يموت يالبالفرة كلهم عم يموت مية موتي العشرات عم يموت ويوميا بفروع الأمن السولي وبيأبشع الأساليب التعذيب بأبشع سليب التعذيبهم عندما تتخذ من الملتاري والسكوريات ستذهب إلى خلالك منذ البداية السيارة الكثير من المنزل في مدينة الوحيدة في 2012 المرات الوحيدة الوحيدة وجدت 27 من هذه المدينة الوحيدة حيث في حيث بردرسة التعليمات ومدينة الوحيدة الوحيدة ومتحانات التعليمات وليس مدينة الوحيدة فبقى التعليمات في الزبط 2013 ملابينة الوحيدة كساسر وقالت بالطمئة برشيئين برشيئة وقد أموانا فتوغرافر، هدى فرصنallي فتوغرافت فتوغرافت الناس و ارخيبت فتوغرافت الناس. لتعرفي فتوغرافت الناس فتوغرافت الناس لنبحث عن فتوغرافت الناس. أحمد المسلماني وصفت الناس من درعو. عندما اخوه شادي اخوه شادي فلنظرناه على لبنان فقط لكي يبتعد عن موضوع المداهمات التي كان الأمن يقوم بها. على 2، 2012 أحمد أخرج إلى سيريا لأنه ماته كانت موت. فنزلوا أحمد ونزلوا الشباب وقالوا لهم عبوك ياسو واخذوا منهم الموبايلة. بعد حوالي ساعة بصيح الضابر لمين الموبايل اللي أنت سبعين هارا؟ وقلوا حمود إلي. وقلوا أنت يا حيف مو؟ يا حيف مو؟ تعال جاي. وامسكوا موبايلاتكم وانتوا يلا روحوا. راحوا الشباب هضلاكة وأخذ أحمد الغرفة اللي أخذوا أحمد عليها. شارك الحاجز شارك الحاجز هذا هي. هيا أخذوا عليها واختفأ حسنا. أحمد's uncle sought information from government officials but received none. Five months after أحمد's arrest a man with strong government contacts came to his office. فحكى لي أنه بإمكانه هو يعني يجيب لي يعني يطلع لي بمبلغ معين. وقلت لي يديش يعني قال لي ستمين فقلت له خلاص يعني لو ما عيش مصايبه بنا ندبر ففي مشكلة. فكانت المفاجأة أنه بعد أقل من أسبوع بقول لي استاذ ببشرك ابن أخوك حي وبن أخوك موجود بمخابات الجوية أخوك ووصيت عليه ووقفوا ضرب عنه وقلت له أخوك ابدي الولداني موت لكي لا استاذ احنا بس جيبن لك معلومة أنه حي وليس حي أما إذا بإخطلع أخوك 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 After raising 1 million Syrian pounds he was told that his nephew would be released in 10 days but أحمد didn't come home In March 2015 several thousand photographs of the dead detainees were posted online It was the first time families could search for their loved ones among the photographs It was the first time I was in the first time I was in the first time I was in the first time كأنه هو من خشمه من هيبته من هو 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 أحمد ورقم حاطين لي رقم عليه أحمد بدلا ما كان روح صار رقم صار رقم صار رقم صار رقم صار رقم Each dead body was assigned three numbers one referring to the detention facility where he was held a number issued by the security branch that held him and one by the forensic doctors of the military hospitals where many of the photographs were taken bodies were transferred according to written instructions officials knew exactly how many people were dying هي عن نظامية عن الواقع للفروع هي هاي الشغلات أنه أنا أول ما فتت على الفرعن صدمت بالمنزر صدمت بالدرجة الشخوب ودرجة النحافة وسط والحالات السود حول العين ونصدمت بعدين شوي شوي أنا صارت مثلا نظامية نظامية كان يجي مثلاً بطاطا من السوق فمثلاً أحياناً مثلاً بطاطتين ونص أو بطاطتين لـ 12 واحد يعني الهيكل العظمي بيطلع يعني إذا واحد يكون وزنه مثلاً 90 كيلو أو 100 كيلو بيرجع وزنه لـ 50 كيلو يعني لقيت واحد كان صلو تسع شهور عمرو 15 سنة تسع شهور صلو نحيف 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 مالو يعني ما في عظم بس عظم عم يطلع ما في لحم بس عظم الهيكل العظمي طبعه مبين فعم يقال لي بس أنت حافظ على نظافتك لا تخلي حالك تنصاب هذه عامة تنفي تقريباً مثل الجرب يعني جرب يعني أنا لقيت معتقلين يعني كانوا قديمين بالمعتقل يعني كل جسمون وخاصة من مورا يعني لفوق كله ملتهب هؤلاء الناس طبعاً في كتير منهم ماتوا They told us the overcrowded conditions were unbearable الشيء المميت بفرع الشام هو عدد الأشخاص المسجونين ضمن المهجع يعني نحنا كان المهجعنا حوالي المية و 15 شخاص مثلاً فرضاً أنا كل ثلاث ساعات كون أنا واقف بعد ثلاث ساعات بقعد هيك طبعاً ما في مجال بعد ثلاث ساعات مثلاً شوية برتكي وهيك يعني بالدور فتنة لجوة لقينا في صف للمساجين قاعدين طالعينهم نازلين فيهم ضرب الكرباج مسجدان بيكون معهم مثل البربيش الكرباج بيسموهم قالوا كذا يعني قبضة واحدة بس له شعب بثنين بينزل فيها ضرب مشان تسلخ مرتين أو كبل ومجدل كبل رباعي اسمي كيك وراجع شخص من دمشق مسكوه كانوا كل يوم بيطلعوا مرتين يعني على التحقيق ما بيعطي بعد اسبوع طالعوه قام رجع منتهي يعني يعني كبو كب يعني كان دب لأنه جلده يعني وكانه إذا بدك تعمل هيك بتشيل جلده بيذك شي عجيب تعزيب عجيب غريب بيطلعوا مرتين بيطلعوا مرتين بيطلعوا مرتين رباعي بيطلعوا مرتين أبدأ أبوض بأسفل أبوضي أبوضي وأبوضي أبوضي وأبوضي أبوضي بعد شهرين ثلاثة، أربعة، خمسة مثلا بالمعتقل ما بيستوعب الموضوع يعني بيصير عنده يعني عقل بيتوقف بيصير عنده سرع فالمخبئ يتجمد لا يستوعب أنه شهات يعني شوه التعذيب شوه الضرب عالم عم تموت مثلا قدام عيننا مثلا تورش، أبوضي، أبوضي، وأبوضي أبوضي، 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 يمكن أن يكون أبوضي نادرا ما بتلاقي أنه اليوم ما في ولا موقوف، يعني ما حدا مات يعني، ولا باقي الأيام ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ووصلت أمراري دعش أنا مرة شهد عيومي دعش، موقوف بيوم واحد أحد الأخوة التي يتحسسى الممتازين قبل أن إذن ان تحسسوا لنسبة لي لذلك، في الأخوة وقبل أنه لقد حسسسد 73 أشخاص هل تتحدث عن السجان؟ أنه في هذه الحالة مريضة كثيرة أو أن يتحسوا أن يوى ما يقول؟ يقول بس يفتصل كلب وقاموا بنا نشرب من الصور نشارك بشكل مختلفة تشارك بشكل مختلفة تشاركوين لعائلين من جبالين هناك شراء مضوعة أخير فتح بشكل محلط مجرد فتح بشكل مضوعة من أشخاص بشكل محلط وشكل محلط محلط ما يمكن أن تكون تحرير تحرير محلط ويقول أنه إنه يبدو أن يكون محلطة من العمل some of them their pattern of injury was so severe that you could see large blotches of blue discoloration because of beating that sustained some of them show defensive wounds which imply that the person is aware and cognizant that he or she was being attacked now this was a person that was partially wrapped in a plastic sheet you can look at his face and his face will tell you that he's pretty young ومع هذه الأمر مأسفة التعامل من الأسفة بطريقة بطريقة الأسفة، والأسفة، 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 والأسفة ومن ثم تسلط إلى الأسفة الأسفة تشتريباً لديك تشتريباً بشكل جيد ومن ثم أنه يكون مدرساً أسفل أنه يستخدموا بعض الأسفة أو بطن أو بطن we came to the conclusion that his death was in custody obviously and that the underlying causes blood force traumatic injury the location of injuries tell a story a person stumbling and falling down usually has injuries on exposed areas of the body he may have scraped the knee or he may have scraped the forehead but you don't find injuries on on the abdominal area in in the arms symbole لدى عصر بهم. وعلى فضاء الواقع. هناك مباشرة بالتعاء، لكن هناك امرت على هذا القرن بك. تقريب عند هذه الفلات تقريبينين، ولحظيم الإصارات. وإنه تحلل نحل لدك، وإن كانت تقريبين فهذا الخزر؟ لديه مدد من علم مكان. أنا أدب أن يحدث في تحصريات القرن بالمشارات. The patterns of injuries are so clear and they clearly show that these people have been starved to death, many of them. They clearly show injury patterns that are not consistent with falls, they are consistent with torture. Dead detainees were transferred from detention facilities to two military hospitals in the Damascus area. هنا بحثترواب في المجانب الأول في حال الوجيارة وعلى الآن في ميارة في المدرسان وصول التجارب في ميارة الميارة التجاربية المشيطة ومعات كاملة مواجهة تتروني من المدرسانة بعض البعض في ميارة الميارة وضع استطاع الكبير الأخطاء بشركة الميارة العامة كل يوم. كل يوم يجب أن أتذكره. كل يوم يجب أن أشوفه. كل يوم يجب أن أسأل في سلافة. كل يوم يجب أن أحلم معه. يمكن أن الله سبحانه وتعالى ما أرزقني بس هو كام كل حياتي. الله يسر. الله يسر. The people shown in the Caesar photographs were starved, beaten, and tortured in a systematic way and on a massive scale. These photographs represent just a fraction of people who have died while in Syrian government custody. Many are still suffering the same fate. Unless independent international monitors are allowed into Syria's detention centers, detainees will continue to suffer and die, and countless families will live through never-ending anguish. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا